بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد طلاب الغاليين في المحتوى الخاص اهلا بيكم. وطلاب الغاليين في قناة اليوتيوب برضو اهلا بيكم. الفيديو ده من الفيديوهات المفتوحة. طبعا نزلت على قناة اليوتيوب يا شباب. شرح قاعدة المباشر وغير مباشر. وقالت لكم ان هي نزلة سنالف واحدة واحدة. ولكن انا هقسمها لجزئين اتنين. جزء الاولاني هنشرح فيه جملة الخبرية وننزل كمية اسئلة على جملة الخبرية. وهنشرح او هننزل فيديو شرح السؤال وامر والطلب. وهننزل كمية اسئلة على السؤال وامر والطلب. طيب ايه الخاص بالنسبة للطلبة للمحتوى الخاص? انا بطمنكم ان ده فيديو كده بتعتبروه هدية مني. لكن انا هنزل على جروب التليجرام النهاردة ملف في اسئلة هتحلوها برضو. زي ما كنا بنحل قبل كده في اسئلة المذكرة اللي هو كانو مية وشوية سؤال. هنزل برضو. يبقى حضرتك كده هتاخد الجملة الخبرية. اكيد سمعت فيديو الشرح النهاردة او مبارح. وهتبدأ تحل معي الملف اللي انت بتشوء اللي انت شايف قدامك ده اللي هو ملف اللي انا مصوره من كتاب وهتحل ملف تاني برضو اسئلة من المذكرة. ولما نخلص وناخد السؤال والامر هو الطلب يبقى كده غطينا القاعدة كلها ونزل مية سؤال على القاعدة بكل افكارها. عاية تتقن وتتمعن وتتفنن فيما تفعل عشان تستفيد. ياريت او في حد فات وفيديو من الفيديوهات الخاصة بنا لما اننا نزلناها في المحتوى الخاص. تعمل كده وتمسك الورقة وتشوف الفيديو اللي فاتك وتسمعه وتزبط نفسك علشان قبل ما ندخل في معمعة المنهج وتبدأ تجري في الدنيا وانت مش مركز. تعالوا يبدأ بسم الله. الفيديو ده ازاي ما قلنا هنتكلم فيه عن مباشر غير مباشر. والتحديدا الجملة الخبرية. والفيديو انا سميت لاني هشرح شوية حاجات الاول كده قبل المبدأ احل الاسئلة الموجودة في الملف. اول سؤال معنا. عاية تفهم الجملة دي مباشر غير مباشر. لا يا مستر مباشر. مدام في اقواس. طيب مدام في اقواس والجملة اللي قدامك بين اقواس فيها يبقى جملة ماضي بسيط. فحضرتك تستخدم على طول. طب يا مستر عايز احاولها من مباشر اللي غير مباشر. هتبقى هنشيل ستو ونحط مكانها طولد. يبقى هي طولد ميزة. ده لو انت عايز تحولها. الجملة التانية. بقول لك سام سد. سام قال. بين اقواس يا فندم يبقى ده كلام مباشر. ومعاك كلمة دل على زمن المستقبل. فانت هتستخدم حاجة بتعبر عن المستقبل. طيب المفروض نستخدم يعني يا زور ده مضارع. مالهاش علاقة بالموضوع. والمصدر ده لو احنا حولنا تمره فنحول بس ما بقاش معك اي حاجة خالص خالص غير طب يا مستر مش ده مضارع مستمر ماله مال المستقبل ما هقول لك منتحداتك عارف ان احنا بنستخدم مضارع مستمر علشان نعبر عن المستقبل مع الترتيبات والزيارة ترتيبات. فعشان كده الاجابة تيبقى طب ما تيجي نحولها يا مستر من مباشر لغير مباشر. قول معايا بقى. يبقى سام سيد. هنشيل اقواس ونحط مكانها زت. الاي عين على سام يبقى سام سيد زت هي. وز زداد زدي افتر. صديقي قال لي الكلام بين اقواس يا فندم. فانت هتحتلم الجملة بين اقواس وتشوف زمانها ايه وتكملها على بعضها. انا قدامي وبعدها مضي بسيط فانا عايز قبلها مضارع تام يبقى هناخد اللي هي دي. تعالوا بقى نحل الاسئلة اللي معنا كده بسم او احمد. الجملة دي عايزة تنتمهك لكزا حاجة. قدامك الزرفة ده ما تحولش. يوم ما لو عايزين نحوله هنخليها زت داي. تمام? لما يكون زت داي يبقى كده ماضي فلازم نستخدم الفعل معها يكون ماضي. لكن الزرفة ما تحولش وبالتالي استخدمنا الفعل مضارع اللي هو از. دي رقم واحد. طب الحاجة التانية يعني يخبر يا مستر. ساي يعني يقول. تل يعني يخبر عايزك اول ما تلمح اي ساي تو او ستو وما يكون الكلام غير مباشر زي ما انت شايف كده. غير مباشر اللي عرفك عشان ما فيش اقواس. يبقى تل تشيل سيتو عا طول. ثانيا تل لازم بعدها مفعول سواء تل او طول. وهنا في مفعول فاحنا هنفكر فكلمة يعني يخبر ينفع قول لك احمد يخبر هو آآ مشغول ولا احمد يقول هو مشغول ولا احمد آآ يخبر هو مشغول ولا احمد يخبر برضو الطبيعي ان انت بتقول احمد يقول انه مشغول وبالتالي هنقول هنا سيز. طب ليه ما نستخدمش تل مش كلمة دي هنا مفعول يا فندم. دي فاعل. الفاعل هنا احمد. وهي عايدة على احمد. عايدة على الفاعل. يبقى كده الجملة كلها مفعاش مفعول. مونة نقط مي. اخبرة اتنين. بص يا فندم. عندك كلمة طول دي اخبرة. لازم يكون بعدها حاجة من اتنين. اسم. بس اعراه ويكون مفعول. او ضمير مفعول. ضمير مفعول لهم مي. وهكذا. طيب المهم انت بتقول لي مونة. مونة ايه? ان هي مش هتكون متأخرة. طول دي اخبرة يعني قالت ينفع لك مونة قالتني. لأ. الطبيعي انك تقول مونة اخبرتني. طبعا اشتكت اجريد وفقت. ايه? ان انا هساعدهم اكيد انا قلتوا انني سأساعدهم. طب ما هي سي اقول? فعش نفكر في سيده لان الكلام ده غير مباشر. وعدة ينفع. اقول لك انا وعدتهم اني انا وانا قلت اني انا ينفع. اخبرت لازم بعدها مفعول ما فيش مفعول. طب انت تفكيرك يتنحصر بين وبين هنا بقى حضرتك فيه زرف في الجملة لا ما فيش زرف. فلازم فعل القول يكون مناسب للزمن ده. ماضي فانت عايز فعل القول ماضي فهتقول كان ممكن اقول لك لو هي سيد. نفس القصة ما فيش زار فيها مستر وانتت فعل زمن ماضي. ازا هنبعد سيده لان الكلام ده غير مباشر. بقي معايا ينفع نجيب الفعل مدفل اي اني جي كده وش كده ولا لازم نكون مسلا. طيب بقي معاك وبقي معاك سيد. ينفع نقول هو اخبرة انه اراد ان يكون ولا هو قال انه اراد ان يكون مهندسا قال انه يبقى سيد. نقول للي بعد كده زاد الام ان هي هتعاقبني لو انا جيت متأخر تاني. اقترحت ان هي هتعاقبني ولا عرضت علي انها هتعاقبني ولا اخبرت اخبرت مين يا ترى عايزين مفعول. عارف لو هنا مسلا مي كنا هنقول ماذر طولد مي زاد شي ود. ما فيش مفعول يبقى ما فيش طول. ازن الاجابة والجملة اصبحت معناها. الام حذرتني انها هتعاقبني لما اتأخرت مرة تانية. الجملة اللي بعد كده نقط. المدرس ايه? انتوا عندكم امتحان مهم بكرة يا الاسبوع المقبلة الرجالة. المدرس اشتكى الكلام ده مباشر فانفكر فيها اخبارة اخبار مين يا ترى عم احنا هنتجين مفعول بقي معي طبعا كده اصبح سد وستو. بص يا برينز سدو لازم يكون بعدها مفعول. اصلاك بتقول قال الى علي قال الى عمر قال الى احمد. ما فيش مفعول ما فيش سدو يبقى الاجابة اصبحت سد والجملة اصبحت المدرس قال انتم عندكم امتحان. في جميلتين محلولين عايزين نبص عليهم سريعا كده عشان نتأكد من الفكرة اللي فيهم هم محلولين. هو قال ان القاهرة على عاصمة مصر. دي حقيقة والحقيقة ما بنحولش فناخد از. مونة سيد زاد الجملة دي حضرتك هو مختار ووز. ومعنى الجملة مونة قالت ان العصير المفضل بالنسبة لها او المشروب المفضل بالنسبة لها كان عصير البرتقال. تعرف انك انت برضو هنا ممكن تستخدم از. بس لو خدت هيبقى معناها هي قادة ان العصير المفضل بتاعها يكون عصير البرتقال ولسه بتحبه. لكن ده كان بتحبه زمان وبطلت. نقرأ دول برضو محلولين بس نقرأهم. مدرس العلوم قال ان الارض تدور حول الشمس. ده حقيقة علمية فناخد مضارع. طيب سالم او سالم سيز هي بص يا مستر والله هنعرف ان وش ما ينفعش بعدها تصريف اول اطلاقا. وبالتالي هنا از ما تنفعش هاز بين دي مضارع ما تنفعش ما ينفعش تصريف اول ولا مضارع طبعا ولا وال. ازا الاجابة هي فعلا عشان بعد وش لازم ماضي. التالتة علي سيد اف اي اف هي استنى كده اف جاي بعدها ماضي بسيط. فانا هحتاج هنا والفعل في المصدر. وانا قدامي هنا هي اللي صح. وعايتك تعرف ان مع اف الحالة التانية ما بنحولش. مونة تولد مي ذات ويل شي نقط زل عيت وينت اوت. استنى يا مستر انت قلت لي مع ويل ما بنحولش الزمن. ويل بيجي بعدها ماضي. مستمر فانا اختار برضو ماضي مستمر اللي هي زي ما هي. علي يقول انه متعون فمش هينفع يخرج برة. الجملة دي كده فيها زرف لأ ما فيش زرفي. يبقى انت تفكيرك كله مع فعل القول. زمن مضارع فهتختار مضارع اللي هي از. طب افرض يا مستر حطي لي هنا هنفكر في لأ. مدام حطي لك زرف فتفكيرك كله منحصر في الظرف اللي هو كانت ماضي فكنت هتختار ساعتها ماضي. اللي هي طب ما هو كلمة هاد ماضي بقى ساعتها ليه ما نفكرش فيها? لأ هاد لازم يكون بعدها او يكون بعدها اسم. يعني مسلا علي سيز زات هي هاد ايتن. او هاد اكار. طب رقم اتنين مونة سيد. زات شي نوت اوت. فيه زرف يا مستر? لأ ما فيش زرفي. يبقى تفكيرك مع فعل القول يا فندم. فعل القول ماضي فنختار ماضي. فاخدنا ووز جوينج. بص معي. لما يكون فعل القول زمنه ماضي بس معناه كلمة من الكلمات اللي بتقول لك ان الكلام ده حصل حالا او من فترة قصيرة جدا. فانت بتعتبر فعل القول ده مضارع بالرغم انه مكتوب ماضي. فهنا فعل القول ده ماضي بس هنعتبره مضارع. وبالتالي لازم اختار هنا تصريف اولا لمضارع او كده. طب ما انا قدامي هازنت بس عايزة بعدها وانا قدامي مصدر فما ينفعش. ماضي. هاد انت ماضي فالاجابة فعلا اصبحت والمعنى هو قال من من دقيقة واحدة انه سوف لا يحضر. الام اشتكت ان اطفالها الام اشتكت ان اطفالها بدأوا يسلكونها بشكل سيء. في زرف يا مستر لأ مفيش زرف فنروح لفعل القول الماضي فاحنا محتاجين ماضي. هاف مضارع واللي ما تنفعش ينفع. طب ما هو هاد ماضي وود ماضي. الراجل ليه اختار هاد هنا عشان هاد عايزة بعدها بس تبار تسبل. لكن عايزة بعدها المصدر. وانا قدام تصريف تالت فما ينفعش نخلو واخد وود. طيب ندخل بعد كده على الجملة اللي بعدها المحلولة برضو. بص قبل ما احل الجملة دي عايزك تفهم حاجة. لما تلاقي قدامك فده كلام كده مباشر. عايز تحولها هتقول زي يعني تبقى زي طيب كلمة كلام مباشر. عايز تحولها هتقول زي حلو. طب انا قدامي في الجملة دي كده مستر ويك ده معناها ان الكلام ده ما تحولش. ما تحولش يبقى انت ما تحولش الظرف. يعني تقول لنفسك كلمة ده على زمن المستقبل فانا عايز ويل ودي ويل فيزت. طب افرض نيكستويك خلناها زي نيكستويك. لو انت قل زي نيكستويك حضرتك انا محتاج تستخدم كلمة ود واركز في المعلومة دي. طيب هي هي نقط اس زي فول وينجويك. انا تركيزي كله معنا فول وينجويك وعلا نقول فعل القول زي ما نماضي ونفضل نهر الناحية دي لأ. ملكش دعوة بفعل القول مدام معك زرف. زي فول وينجويك ده اصلا كانت نيكستويك. حلو. لما كانت نيكستويك كان معنا ويل. حولناها ذا فول وينجويك فالويل نخليها ود. فعشان كده اخدنا ود. والله دي يا مستر كلام مباشر. اه مش مباشر يعني مش متحول. كلام مش متحول. دي كلمة ده على زمن الماضي البسيط فناخد. طب افرض هي مكتوبة زي لاست سامر. كنا هنختار هاد فيزتد. يبقى هاد فيزتد دي لو مكتوبة زا لاست سامر. طيب اللي بعد كده رقم اربعة هي هي نقطة انجلاند زا بريفيا السامر. هنا متحولة. يبقى انت لازم الماضي البسيط تتحول الماية تام فتاخد هاد فيزتد. هي طول مي زات هي نقط ناو. والله ناو كلمة دالة على مدارع مستمر فناخد از ستاديينج. امال امتى ناخد لو كان بدل كلمة ناو استخدمنا كلمة زن. اهو نفس القصة. زن كانت ناو معها مدارع مستمر نحول ناو الى زن فالمدارع مستمر يتحول مدارع مستمر. قاعدة بسيطة زي الشترنج بالزبط. على سيت زات شي. في زرف يا مستر? لا ما فيش زرف. يبقى نروح لفعل القول. زمنه ماضي. فانا اختار هنا مين يا ترى? ماضي. الماضي مين قدامي بورود ولا هاد بورود ولا دي مدارع طبعا دي ودي مدارع. يا ترى ناخد بورود ولا هاد بورود. الجملة اللي زي دي انصحك تروح داخل جوه الاقواس. هو الطبيعي ان علا قالت لك انا استلفته كتابا. استلفته دي زمنها ايه? استلفة زمنها ماضي. استلفت زمنها ماضي. فالماضي نحوله المادي تام يبقى عشان كده اخد نهاد بورود. طيب احمد طولد مي هي نقط زي احمد قال لي ان هو تلات فصول. ادخل الاقواس كده. الجملة كانت المفروض ان احمد بيقول لك اي انا قرأته سلاس فصولا في الكتاب. ماضي بسيط فانت تطلعها برة تبقى ماضي تام اللي هي دي. طيب انا ليه بقى اشرح لك ان ارجع الاقواس وجده? اصلك قلت لي فعل القول في رقم واحد زمن وماضي صح? طب ليه ما نختارش بورود ماضي بسيط? لو انت اخترت لي بورود ده معناها ان الكلام جوه الاقواس كمدارع. فانت خلته ماضي بسيط. لا ده الطبيعي ان الكلام هنا ماضي بسيط لانه بيقول لك انا استلفته. طيب ادخل بعد كده على اللي بعدها. بقول لك المدير هاد ده انه مي. طبعا تفعل القول زمن وماضي فحضرتك عايز هنا ماضي. حلو? طب يا مستر ما انا قدامي اس دي مدارع مش هفكر فيها. مش هفكر فيها. كان مش هفكر فيها. فتفكيري كله في ديسميس. طب افرض يا مستر في الاختيارات هاد ديسميس. هو ديسميس يعني ايه? يطرد. هقول لك بالمنطق يا برينس انت بتقول له نفسك المدير هاد دني انه هو طردني ولا انه هو سوف يطردني. لأ سوف يطردني. اللي هي طيب بما ان سريد انت ماضي فانت هتخلي تبقى يبقى هنا ما تنفعش. طيب شي هاز جاست سيد والله فيه هاز جاست يبقى كده فعل القول بالرغم ان هو مضارع فانا هخليه ماضي. سوري بالرغم ان هو ماضي فانا اعتبره مضارع. يبقى ذات شي عشان كده ناخد مضارع. يبقى المفروض ما تنفعش. هفكر فيها مش هينفى هنقول شي ونقول ليف اللي مفوت تبقى شي ليفز ما تنفعش. ازا الاجابة اصبحت طب معنى الجملة هي قالتلي حالا ان هي سوف تترك وظيفتها. يبقى ليف. طيب مش سيد فعل القول الماضي يا مستر هقول لك ما هاز جاست لما تيجي مع سيد او جاست ناو. لما يجوا مع سيد الناس دي بتخلي الفعل بالرغم انه ماضي نعتبره مضارع. هي بروميسد مي هي نقط مي هز كار تمرو. فيه تمرو وفي بروميسد. افكر في مين واحترم مين من الاتنين دول. لأ تفكيرك كله في الظرف. تمرو دي كلمة ده على زمن المستقبل يبقى عايزة والمصدر اللي هي والليند. طيب افرد تمرو بقيت زا داي افتر او زا داي او زا كومنج داي. فهنا كنا هنخد هناخد ود. ليزا سيد شي نوت انزا سكول تريب تومورو والله فيه تمرو. حلو. فانا عايز مع تمرو عايز مستقبل. المستقبل هنا مين? وده جملة فيها فكرة غريبة شوية انا عايزة تركز فيها. القاعدة بتقول يا شباب ركز في الكلام ده كويس. ان لو الظرف هنا تحول فغصبا عنك لازم تحول. تاني كده لو الظرف متحول اسمع كده من دي لو زرف محول فهنا انت غصبا عنك حول. طب لو الظرف مش محول فانت قدامك خيارين. ممكن تحول وممكن لأ. بس لو هو في الاختيارات ما يديني متحول ومش متحول فانا هاخد المتحول. طب ما تيجي نشوف كده الجملة دي ما عليشش كده عشان افكرها افعامها لك اكتر. ليه دا سيت شي نقط اون دا سكول تريب تو دا ميوزيام تمرو. والله يا مستر تمرو دي مش متحولة. فالطبيعي ان انا هاخد جو. لو انا عايزة في التعبير عن المستقبل او استخدم ودرع مستمر اللي هي حلو. طيب انا في الجملة هنا. شي عايزة ما يفعش نقول شي. هفكر في ماضي بسيط ما لاش علاقة بالمستقبل. هات جان ماضي ما يتام. اذا الاجابة نختار مين? طب افرض هنا في وفي كنا هناخد ونسيب التانية دي. وعشان كده هو ما اجاب لكش في الاختيارات لان ساعتها كان لتنين هينفعوا. ولو موجودين لتنين وانا بقى كده لك كنت هتاخد تركز تاني كده. لو انت معاك في الجملة زرف متحول فحضرتك لازم تحول غصبا عنك. طب لو معاك زرف مش متحول فانت ممكن تحول وممكن ما تحولش بس يفضل انك انت ما تحولش. مونة عايزة بعدها ماضي مستمر. يبقى خلاص ونختار يا مستر مش كان جوه الاقواس ماضي مستمر فاحنا نطلحها برا ماضي تام مستمر هقول لك لا معاول ما بنحولش. انت لسه قيل لي فوق. مع يبقى الكلام كده يفضل زي ما هو في المباشر. كلمة دالة على ماضي بسيط فنختار طب الفرض هو قال لي زا في الحالة دي هنختار ماضي تام فهنقول السؤال اللي بعد كده الفكرة اللي كده. عايز ما ما فوتش فكرة غير لما حلها معاك علشان عايدك تشرب القاعدة شربا كما تشرب او تحتسي شايك اللذيذ. بدأنا نخش بقى العسئلة المهمة بتاعت الامتحانات اللي فاتت. والكتاب ده في ميزة انه بيجيب اسئلة انتحات سنوية عامة من الف تسعمائة وتمانين كمان. مونة نقط نادا. مونة ايه نادا? هات جويند. او هتستعجل وتهبد وتقول مونة اخبارت نادا. بص مونة ايه نادا التحقت بالجامعة? اكيد مونة قالت ان نادا يبقى سيد ذات. فين سيد ذات? مفيش سيد ذات يبقى هي سيد لوحدها. وانت عارف ان سيد هي سيد ذات. طب ليه ما نقولش مونة اخبارت نادا? ينفع تقول لي مونة اخبارت نادا التحقت بالجامعة? لأ انت بتقول لي مونة قالت ان نادا التحقت بالجامعة. الجرائد بتاعت مبارح. الجرائد بتاعت مبارح قالت انه ووقع عقد لمدة ثلاث سنوات. والله آآ سد فعل القول ماضي فانا ما ينفعش افكر في مضارع. ده مجهول. وهال مضارع تام فانت هتختار هاد هتقول لي يا مستر مش في كلمة هقول لك يا فندم ترجم. جرائد الامس. مش بقول لك الجرائد انبارح قالت كده. لأ ده جرائد الامس اللي قالت كده. فالجملة هنا دي مش زرف يعني جرائد بتاعة مبارح. دينا اخبارتنا ذات دينا اخبارتنا ان الطفل لها كان يبكي. والله يا زن دي كانت الاول ناو. ايام ما كانت ناو كنا بناخد مضارع مستمر. فنحولها لزن وناخد ماضي مستمر. اللي هو مين بقى? طب فيه مشكلة. انت بتقول لي يعني اخبارتنا ذات ان الطفل لابنها كان يبكي في ذلك الحين. طيب ليه ما ناخدش هاد بن كراينج? هقول لك استنى ما هو كان تناو. معاها مضارع مستمر. حولناها لزن معاها ماضي مستمر. والله المدرس قال لنا ان الارض بتلف حوالي الشمس. ده حقيقة فحقيقة مضارع دايما ما تغيرهاش. انا قلته ولا اخبرته? اكيد اخبرته. اخبرته يبقى. هي قالت انها تريد ان تزورنا. والله فعل القول زمنه ماضي وانا معايش في الجملة اصلا زرف. فتفكيري في فعل القول الماضي ناخد له ماضي. فمش حينفع ناخد هاد لانها عايزة بست بارتسبل وانا معايا مستر. ما ينفعش ول ان فعل القول ماضي. بقي معايا كود وبقي معايا وود. مين في دول اللي بعبره عن المعنى? انت بتقول هي قالت انها ستزورنا. يبقى وود فيزت. لما حصل على الدرجة الجامعية بتاعته. اعتقد ان هو لما حصل على الدرجة الجامعية هو توقع انه يمكنه او استطاع ان يضع قدمه في اماكن مريحة يعني. والله يا فندم بص انت قلت لي هنا فعل القول ماضي فما يفعش ناخد كان المضارع دي ولا واللي التصريف الاولاني ولا مي. ازن الاجابة كود عشان سوت ماضي وجود ماضي. علي قال ان هو كان زعلان ان هو وصل متأخر. فعل القول ماضي فما ينفعش افكر في از ولا هاس تفكير في هاد وفوز. هاد عايزة بعدها لكن عايزة بعدها عايزة بعدها اي ان جي او عايزة بعدها اي ان جي او عايزة بعدها اس او صفة. وانا قدامي هنا صفة فعشان كده خدنا والمعنى علي قال انه كان حزين جدا. من انا استنى يا مستر فيه الظرف مش متحول. حلو فانا هستخدم يبقى طب ليه ما ناخدش معه عشان الفعل الظرف ما تحولش. طب بس انت قلتليل قبل كده ان باخد معها معها ليه ما اخدتش هقول لك برضو تاني عشان الظرف موجود ما تحولش. موليرا هاس جاست اميرا ذات زي تو زير فرينز ويرنج تونايت يبقى الظرف ما تحولش. يبقى انت هنا هتاخد حاجة مش متحولة. دي متحولة. ده مضارع تام. ده زارت في متحول بقى ماضي. موجودة. يبقى انت هتقول لي موليرا قالت لحظة من لحظة من فوقتي قصير جدا لاميرة ان هما سيذهبونا يبقى تاني انت خدت لي عشان ما تحولتش. يعني تسليم. اللي بقول لك انتو تأخرتوا كده يا جماعة وسهرتوا كتير وحانا الوقت ان انتو تناموا ام نموا بقى. الام بتشتكي ان عيالها صحيين. بتشتكي يعني مش هين فاقول لك بتوعد عيالها ان هما صحيين ده بتشتكي. في حفلة الزفاف بتاعة امبارح العروسة قالت زا هابيس داي اوف هير لايف. ان ذاكا بكز ذاكا اليوم. ذاكا يعني ذات داي. ذاكا اليوم يا ذات داي. كان يبقى وص يبقى هي داي. طب ليه ما ناخدش توداي? عشان انت في الجملة هنا حضرتك انت قلت لي فعل القول زمن ماضي. وما فيش في الجملة اصلا زرف. فعشان كده مش هينفع ناخد توداي. طيب الجملة على بعضها تاني. العروسة قالت امبارح ان ذلك اليوم كان. افضل ايام حياتها. لماذا لا تعترف انك لست على صواب يبقى يعترف ادمت. طب ليه مش ينكر وبري يصلي يعني يرفض. لماذا لا تعترف انك مخطئون? احمد بمجرد ما الطيارة هبطت احمد وعدني ان هو سيتصل. يبقى المفوتك بقى تكتب اول. بس بما ان. مدام سيادتك شايف قدامك فعل القول زمنه ماضي. والجملة اصلا على بعضها ماضي. وما فيهاش اي ظرف في الدنيا. فحضرتك هتختار هنا وانت مغمط عينك. هتستخدم ود فون. هتقول لي يا مستر طب انت ليه اخترت ود فون? هقول لك بص الجملة دي اصلا كانت. كالتالي. الجملة كانت مكتوبة كده اي. هو خلى لاند بقيت لاندد. فانت هتخلي تبقى ود. نفس القصة دي طبقها على كل شكلها. هو قال انه يوما مشغولا. في في ظرف لأ ما فيش ظرف. يبقى نروح لزمنها ماضي فحضرتك عايز ماضي فعشان كده اوز. في ظرف اللي هو والظرف ده متحول. بتعبر عن المستقبل يعني بتعبر عن بس احنا هنحولها ونخليها ود. يبقى ناخد ود. والله كان بعدها مضارع مع ويل. بس هنا ماضي فتبقى ود. يبقى هي بروميسد هي ود هيلب مي اللي هي دي. او بروميسد هي نقط مي ات هوم. عمي يعيدني انه سيزورني. في ظرف لأ ما فيش ظرف. طب بروميسد زمنها مضارع فتختار ويل. طب لو بروميسد في نفس الوضع ده كنا اخدنا ود. كان يو نقط مي ويو غير ليت? هل يمكنك ان تخبرني? يخبر يعني تل. زي بروميسد زاد زي فون فيه ظرف لأ ما فيش ظرف بس انا قدامي رابط وبعده ماضي فانعايز هنا المفروض تبقى ود والمصدر فعشان كده اخدنا ود فون. طيب بعد كده هي سيد جاست ناو. ازا فعل القول ده هنعتبره مضارع. يبقى ده كأنه فعل مضارع. يبقى هو قال منذ فترة قصيرة جدا انه يقرأ قصة جديدة. طب مش سيد دي المفروض ناخد معها هقول لك لا ما هو دي هتخلي فعل القول الماضي قدامك ده كأنه مضارع. دي دي كانت المفروض يستردي. ولما كانت يستردي كانت ماضي بسيط. فهنحول يستردي ونخلي ماضي بسيط يبقى ماضي تام فعشان كده هنقول هاد والباسطة اللي هي دي هاد بن. انا اخبرت المدرس اني انا الحسة الجاية ان شاء الله سوف لا احضر. سوف لا احضر يبقى المفروض ده مستقبل يعني بس انت هتخليها وضع عشان التحويل فتبقى طب ليه مش هاد مش فعل القول هنا ماضي يا مستر بالعقل يا عم ينفى هتقول لي انا اخبرت المدرس انني لم احضر الدرس اللي فات ما حضرتش الحسة المقبلة سوري ينفى هتقول لي انا اخبرت المدرس ان انا ما حضرتش الحسة الجاية لا ده انا مش هحضر سوف لا احضر ادخل على المدير اوضح او اعلن ان والله يا مستر بص هو من غير زا يبقى مش متحولة طب زا يبقى متحولة ازا مش هينفع ناخد هاف ولا ينفع ناخد هناخد هاد او هو بتعبر عن مين عن المستقبل واحنا عارفين ان بتعبر عن المستقبل بسبب انها متحولة بقت ووز جوينج تو اي سجست ذا علي دا ماتر وز هز فريند سجست ركز معي في دي كده عشان دي مهمة سجست ذا فاعل مصدر ايا كان الفاعل ده مين وايا كان زمن سجست هو مين يبقى ذا علي ديسكس ليا رقم سي هتقول لي مش ديسكست زمانها ماضي فالمفروض ناخد اه مش سجست زمانها ماضي فناخد ديسكسد ماضي برضو هقول لك لأ سجست ذا فاعل مصدر طب يا مصدر مش عالي مفرد نقول ديسكسز طيب هقول لك برضو لأ سجست ذا فاعل مصدر ايا كان الفاعل مين وايا كان الزمن هنا في مين حاتم تيلز اس ذا هي دا سامر هولوديا ان اليكزاندريا وين هي فنشز هز اجزامس انا عارف ان وين رابط بيجي بعدها مضارع وقبلها مستقبل فعشان كده اخدنا طب افرد يا مصدر هو بيقول لك وين هي شد كنا اخدنا ود زا كريمين اعترفوا ان هما سرقوا الشقة فالمفروض ناخد او اعترفوا ان هما سرقوا الشقة فالمفروض ناخد هاد رابط ماضي تا طب ما هي دي ماضي تا طب هين فاقول لك اعترفوا ان هما ما سرقوش دا هما انكروا انكروا السرقة لكن هما اعترفوا ان هما سرقوا الشقة فعشان كده اخدنا هاد رابد. المدرس بتاع الدراسات الاجتماعية قال لنا ان ايه? ان اسيا تكون اكبر قارة. يبقى ده حقيق فناخد از. ركز معي في دي عشان دي مهمة. انت بتقول انا عارف ان المدرسة السنوية جديدة في القرية بتاعتنا المفروض بقى ركز جوه الاقواس وبرا الاقواس لا تحول. نفسها هي نفسها ما بنحولهاش. هي مش بتتحول. يعني كلمة جوه الاقواس بتبقى موجودة جوه الاقواس ومعها مضارع تام. تطلع برا الاقواس ومعها ماضي تام. يبقى انت هتقول لي هنا تاني كده تاني تاني عشان ما تلخبطش معي. جوه الاقواس تبقى مضارع تام. تطلع برا الاقواس معها ماضي تام. نفسها بنحولها لان ما بنحولهاش. ولي ملحوظة من الملحوظات المهمة جدا العالية تتأكد عليها وتعمل عليها كده. وعدت لخبط. دي عانيك تفهم من دي بناخد معاها مضارع مستمر. لكن بناخد معاها ماضي مستمر. وبالتالي هنقول طب افرض بدل كنا خدنا مضارع مستمر. الكلام ده جوه الاقواص? اه. تمام. يبقى انت معاك هنا بتقول انا لا اسطيع ان انتظرك لانني مغادر ساغادر يبقى طب ليه ما ناخدش ليف? عشان انت عارف ان كانت لو انت فكر المستقبل كنا مقول كانت معناه انك مش هتعمل الحاجة دي لانك مرتب تعمل حاجة تانية ومع الترتيبات مضارع مستمر فاخدنا وده سؤال مركب من اكتر من قاعدة. عادل قال انه قال يبقى سد. صديقي قال انه لم يأخذ الفيزا اللي بتاعة الولايات المتحدة الامريكية الا بعد ما هو دفع تمنها. الطبيعي اللي حدا هتعرفه من زمان ان تيل وانتيل دي رابط والروابط مدام اللي بعدها ما تغيرش فاللي قبلها ما بتغيرش فعشان كده هناخد زيها بالزبط لما يكون بعدها مضارع فعايزين مستقبل. لكن لو قدمنا دي بنقدم دي يبقى لي. طيب شي طولد مي زات ايه اهتماما بعملي وانا اقدر نصيحتها. كون الراجل في الجملة بيقولك انا اقدر نصيحتها يبقى دي نصيح والنصيحة يعني شود والمصد يبقى شود جيف. طب ليه مناخدش شود هاف جيفن? شود هاف جيفن دي لو قلتلي شود هاف جيفن. يعني كان المفروض تعمل كده انت ليه عملتش. انا عارف الشاشة مش واضحة جدا بس انا هحاول على قد ما اقدر وده معزرة تصويرها مش قد كده. عادل ماضي بسيط. حلو فانا عايز ماضي يبقى المفروض نستخدم هاد تو جو. طيب عايزة بعدها ماضي مستمر يبقى لها ماضي بسيط يبقى هاد. سمير اه سمير انفورمد مي يت يا مستر من الكلمات اللي باستخدمها مع المضارع التام. جوة الاقواس بيكون معها مضارع تام. برا الاقواس حدرتك المضارع التام بتحوله الماضي التام. يبقى هادن تبين طول. عايزة تفهم ان في كلمة زي جوة الاقواس ما بتتغيرش هي نفسها برا الاقواس ما بتتغيرش لكن الزمن بتغير. يت زيها بالزبط. طيب بعد كده رقم تماما وتتراتين. والله زين دي كتناو معها مضارع مستمر فنحولها لزين وناخد ماضي مستمر يبقى الصفحة اللي بعدها ان شاء الله تكون واضحة. واضحة الحمد لله. ابي قال قال يبقى سد. طب ليه مش طول لانه مفيش مفعول. والله يبص هو سد في هنا ود والمصدر. كانت الاول ود والمصدر دي كانت الطبيعي انها جوة الاقواس كتويل والمصدر. ايام ما كتويل والمصدر كان معاها كلمة طب لما انطلحها برا نحول تومورو لفول ونجد دي ونحول وده اللي حصل. يبقى طيب لو انا عايز استخدم كنا هناخد هناخد ميت. طب لو تمرو يبقى اي يوم ينفع. وبعدين على اللي هي النقط. جوه الاقواس. فمش هينفع انا اخد المتحولة دي. ولا المتحولة دي. ولا المتحولة دي. مدام الكلام جوه الاقواس ما نحولش يبقى تمرو. يبقى كده كأن ظرف ده كأن فعل القول ده مدارع. بس انا عايز اقول لك مدام انت قدامك هنا الظرف ما تشغلش تبالك بدي متحولة ما تحولتش مدارع ماضي مش موضوعك. مدام معك زرف يستر دي ماضي بسيط فناخد ماضي بسيط ماضي بسيط مع ماضي بسيط هنحولها والماضي البسيط نخلي ما يتهم يبقى هاد بين ستولن اللي هي دي. طب ليه ما خدناش هاد ستولن اصلاك بتقول المرأة قالت ان سيارتها سرقت ولا سرقت بص انت بتقول هو قال انه زار عمه زا دي بفور ذا دي بفور. طب ليه ما اخدش زا دي? شيل بفور وحطيه لي زا دي تنفع. طب يستر دي ليه ما اخدهاش عشان هنا هاد فيستد عشان تاخد يستر دي قل فيستد. طيب مستر فرج سيد هيز درايفنج تست زبريف يسير زبريف يسير زبريف يسير ده زرف متحول من الماضي يبقى نخب ما يتهم اللي هو هاد باصفت. ستة حضرتك عايز هنا ماضي والماضي هنا وما فيش غيرها ماضي. اي طول هم زات وي نوات او 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 والله دي زرف ما تحولش يبقى حضرتك عايز هنا مضارع. يبقى هاد انت ما تنفعش اصلا عشان بعدها هاد انت عايزها بعدها وده عايز المصدر. وهنا عايز بعدها ما فيش غير ام والزقار اللي بيجي بعدهم اي نجي. زات هي نوات بي هوم تمرو. تمرو ما تحولتش يبقى والمصدر فهنبقى هنا الجملة طارق ست زات زي 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 نوات بلايين تنس. طارق قال ان هم حرانين اصلهم لعب وتنس. يعني انت عايز ماضي. يبقى هناخد هاد ولا هاد بين? هناخد هاد بين عشان تعرف هاف وهاز وهاد بين. لكن هاد عايزها بعدها بسط لبرتسب. وانت قدامك اي نجي. نعلك زات ات نوات جريت اف زي كود جو. والله اف بعدها كود والمصدر. يعني عايز اف بعدها ماضي فانعايز ود والمصدر فهناخد ود بين. لاندي حالة تانية من قاعدة اف. هو اخبرني يبقى طولد مي. انه كان بتحديد سهلا. هو اخبرني ان هو استطاع ان يرى الجبل بعد ان تاسلقا. بعد ان وصلا. يعني هو وصل او يبقى هاد ريتشين. احمد يقول بانه يكون جاهز. يكون جاهز. فين يكون بقى جاهز دي? لاحز معايا بقى بفعل قاول زمن مضارع فحضرتك عايز مضارع فعشان كده هناخد از ردي. اربعة و خمسين زي زي نقط اس زي زي زرف. وبعدها ماضي بسيط فانعايز هنا ود المصدر. فين ود والمصدر ادي ود فوند. طب اشمعنا خدت ود يعني ليه ما اخدتش هاد فوند ما انا هقول لك? انت بتقول لي هما وعدوني ان هما زروني ولا ان هما هاي زروني يبقى ود والمصدر. طيب ما هي دي مستقبل برضو? بقى حضرتك هنا ماضي فما يفعش ناخد امو الزؤار. عارف لو هي وزو وير كنا فكرنا فيها. هي اجريد ذات هي نقط نطل اني وان وات اي هاد سيد. هو وافق ان هو سوف لا يخبروه. سوف لا يبقى ول فناخد ود عشان سيد ماضي. سيد ماضي واجريد ماضي. طب ليه ما ناخدش هاد ما هاد ماضي برضو? ما هاد حضرتك عايزة بعدها بسطة برتسبه اللي بقى لكن هنا تيل مصدر ركز في دي. احمد اخبرنا ان ابو يكون طبيب وهو يفضل طبيب لحد ما يموت وبعدين بقى يسيب الطب. نادية آآ نادية وفقت ان هي نقط بص يا مستر واخد بالك انت من كلمة اللي ظهرت في الخباسة دي اللي هي كانت مع مضارع فتبقى ونحول نادية وفقت ان هي ستبدأ المراجعة يبقى طب ليه مش هنا ارجع تاني في كلامي انا كده عشان ده غلط 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 طب ليه مش بقى معلش تاني يعني ليه مش عشان هو قال لك زات عارف لما نقول ناخد معها طب نحول الى زات ونحول الى هنا موجود نادية اعترفت ان هي ما كانتش عارفة الكلمات اللي هما بدرسوها لم تكن تعرف ادي قدامك مصدر فما ينفعش هازنت لانها عايزة بس تبرتسبل واختها هادن زيها وديد انت هما اللي ينفع بعدهم مصدر بس ادميت فعل القول زمن وماطي فحضرتك تاخد ماطي انكر انه قابل اصدقائه هو هاد دي زمنها اي عم ما يتام ينفع يستر دي لأ يستر دي بيجي معها ماضي بسيط بفوت تبقى مت طيب زات دي هنحول يستر دي لزات دي فتبقى دي الاجابة طب زيس دي لأ دي حضرتك مضارع ازي تاخد معا ما يتام برضو مضارع يا فندم يعني انفعش والواحدة من دول غير هاد مت وفقط الصفحة اللي بعد كده مش واضحة للأسف فانا هصورها وارجع تاني اكمل للأسف الصفحة مش هدودها هكتر من كده فهنحول مع بعض كده وانا هاقرأ وانت هاقرأ لك الجملة كاملة وركز معي هو قال انه هو عندما ذهب الى المتحف رأى التماثيل رأى يبقى ماضي فحضرتك عايز ماضي المفروض هنا هاز سين مضارع مستقبل سيز دي مضارع يبقى انت هتختار هاد سين وكان ينفع نستخدم هنا برضو سوء ناديا متحولة يبقى انت عايز والمصدر يبقى نهلة نقط زين اللي هي كانت احفظ بقى مع مضارع مستمر يبقى زين مع ماضي مستمر صح فما فيش ماضي مستمر هنا لما هو قال لك هنا بص اسمع ولك يعني كان المفروض نبدأ او احنا المفروض نبدأ المراجعة بذلك الوقت مش ده موضوعنا موضوعنا هنا نختار عايزة مفعول مفيش قدامك مفعول ادمت يعترف لا واكسبلين يشرح لا برضو اكيد هي ندلة او نهلة اقترحت ان احنا مفروض نبدأ نهلة قالت ان احنا ايه كثيرا من الوقت كثيرا من الوقت يعني نمتلك وقتا فعشان كده ناخد هاد طب ليه ما ناخدش ما هو وير يمتلك تقوير يعني يعني يكون وبالتالي دي معناها كان لانها ماضي ينفع اقول لك نهلة قالت ان احنا كنا وقت ولا امتلكنا وقت امتلكنا فعشان كده هاد نهلة اخبرت نهلة ان هي تكون صديقة جيدة ملقناش تكون ان اخد كنا طبعا ما يفعش بعد شي ناخد بي والشي ما تاخدش وير تاخد ووز وهاز بين ما لهاش علاقة بالجملة لانه ده ماضي فالاجابة اصبحت ووز طب يا مستر في خمسة وستين الجملة دي كده معناها ان نادية مبسوطة من نهلة لأ مش مبسوط بتقول لها انت كنت صديقة جيدة ايه اللي حصل لك طب افرض مكتوب بدل هيبقى معناها نادية بتقول لنهلة انت تكوني صديقة جيدة وانا بحبك وكده فهديبقى ده مضارع فحقيقة فكويس كانت زعلانة فعشان كده اخدنا ووز مش ماضي لما انا اخدش ود ود عايز افعلي في المصدر وانا مش قدامي اصلا غير صفة والصفات عايز افربيتو بي. مونة طولد مي شي نوعة ات زات مومنت اخد بالك دي كلمة زات. يبقى انت عايز ماضي المستمر وز ريدنج. امال قيمة ناخد لو هي مكتوبة زيس مومنت. طب شي نوعة مي اي ام هافن اجدام ساتردي. لاحظ كده انت بتقول لي هي اخبرتني. ني يا اخبرتني بقى طولد مي. فين طولد مي بقى? مفيش حاجة اسمها اجريد مي. ولا في حاجة اسمها سيد مي. اكيد هنا سيد ومي. استنى انت لسه اقيل لي طولد. لأ معلش ده غلطة مني. طولد ما تجيش غير في الكلام الغير مباشر بس. وده كلام مباشر فاحنستخدم سيد ولما نيجي نحول نحولها لطولد. هي سيد مستقبل. يبقى انت عايز مستقبل حاجة بتعبع عنه مستقبل. ده مدارع بقصة مبني مجهول. ماضي. ده مدارع تام. اذا ان الاجابة مدارع مستمر للتعبير عن المستقبل لان السفر ترتيبات. سبعين شي طولد مي زات شي نوات ابارتي. يبقى دي مستقبل متحول فانعايز اه والمصدر او انا قدامي هنا في الاختيارات فيه هنا لأ دي ودي يبقى الاجابة اه اخبرني ان هو فانت زي الشاطر هتنزل على هاز وتشيلها لان اه عايز التصريف تالت. وهاد عايز التصريف تالت. بقى معاك هاز بين وبقى معاك هاد بين. ما هو هاز بين اي انجي وهاد بين اي انجي. يبقى عقدتك فين? مع طولد زمانها ماضي فتاخد ماضي هاد بين اه انا عارف ان انتو بتعانوا من الفيديو مش واضح بس مع زراتنا لان احنا صورنا الكتاب والكتاب مشي اللي راح لصاحبه فالمرة الجاية هصوره باتقان وانا بعتذر لكم. هو شرح او وضح ان عمه كان مشجعا له. مضاف له اي انجيب او زوير. هو قال ان هو كان رجلا اجتماعيا لذلك هو كان يستمتع. والانجوي لقى لان ده مستقبل وده مضارع وانت شايف ان قدامك فعل قول ماضي. هاز انجويد لقى. المكتوبة دي هنا انا عارفها مش واضحة بس انا هاوضحها لك. دي لي صح. انا وعدته انني كنت سأزوره. فعل القول ماضي فحضرتك تاخد ماضي يبقى. واخد انت بالك من ذات يبقى ماضي. فحناخد هنا ماضي فحناخد. دي هاز مضارع تام ودي ويل ودي از هيلبينج. مونا شو شاوتد ذات زي انيمل دانجرس. مونا صرخت وقادت ان الحيوان ده كان خطير اللي هي ووز. وانا في الجملة دي بصراحة شايف ان الاتنين ينفعوا. بلكن لو انت قلتلي ووز يبقى الحيوان ده كان خطير ساعتها. وتاب يعني. ولو خدتلي فالحيوان ده كان خطير وما زال خطير فعشان كده وفقا للمنطق از اكثر ولاءا وافضل. لكن موز ما قدرش اقول لك علىها غلط. كريم اعترف ان هو فقد القلم الذي انا سلفته اليه. يبقى انت عايز ما يتام اللي هي لانك سلفته الاول. طبعا دي مضارع تام. وهادم اللينت مبني مجهول. والله زات ماضي. فدي مضارع مستمر لقى. وده مضارع تام لقى. وده وين لقى. اذا اجابة هادب ليد. بعد كده يا فندم. 79. قالت انها ماضي بسيط. فحضرتك عايز هنا كلمة من كلمات الماضي البسيط اللي هي. دي اللي انا شخبطت عليها دي مش وين. دي همسح لك عشان تشوفها. طيب. الجملة اللي زي دي يا ترى هنختار مين بقى? ولا 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 انت عارف الجملة اصلا كان بين اقواس كان بيقول لك كايرو حلو? فانت هتطلع تخليها وتمرو? هنخليها زا يبقى انت هنا هتختار زا اللي صح. علشان طب ازاي بسيط يا مستر ما عنده? ما انت مركزتش هنا. لو انت ركزت انا بقول لك انا اريد وانا اذهب غدا. فانت يريد هنخليها وتمرو هنخليها زا المدرس قال لنا ان النيل يكون. طبعا النيل ده حلقة عالمية بقى والله فيه هنا بقول لك في الجملة ان هي اشتكت ان هي انتظرت لمدة اكتر من ساعة. دي مدارع ما ينفعش مع مدارع. ودي يعني انتظر مجهول وهنا انت بتقول لي فعلي القول زمن ماضي فحضرتك عايز ماضي اللي هي ما ينفعش ناخد آخر صفحة وهي يعني الصفحة الاخيرة واضحة الحمد لله. قويسة. اعترف انه يبقى ده زرفي متحول للماضي فاناخد الماضي بقى اللي هو هاد ارائفد. زرفي متحول للمستقبل يبقى ناخد ودو المصدر. في ودو المصدر لا يبقى في ماضي مستمر. عود نفسك ودو المصدر وماضي مستمر. وردة قالك انها كانت جائعة فاناخد عشان ماضي فحضرتك عايز ماضي. طب ما هي هاد ماضي بس ينفع قول لك امتلكت جائعة لقد قول كانت جائعة. ابني قال انه ارادة. ارادة يبقى دي ما تنفعش. يريد مضارع. تنفع وهاز مضارع ما تنفعش يبقى اليجابة. طيب اه تمنيتو ان ابني سينجح. والله يتمنى معه ولكن معه ود فانت عايز ود سكسيد. زي يتوقعونا زيت 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 يتوقع او يتنبأ دي مضارع فانت عايز هنا مستقبل وو المصدر فويل لو كنا خدنا ود وين. والله دي مستر انا باخد معاها آآ آآ حاجة مش متحولة. ماضي. 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 فناخد طب افرد بدل مكتوبة زي كنت انت هنا في الحالة دي هتاخد. احنا كده خلصنا الحمد لله. الاسئلة دي هنا للوقتي تمانية وتمانين سؤال. والبقية العشرين اللي في الاول يبقى انت كده معاك تقريبا مية جملة. اتمنى ان انا ما يكونش ماشي بسرعة. انا كنت بحاول اجري عشان الفيديو ما يكونش طويل. اتمنى اني ما يكونش ارتكبت اخطاء. لو انت اللي حست ان انا في جملة لحلتها غلط. اكتب لي تحت رقم الجملة وانا هبصلك عليها تاني واكدها لك. وطبعا هبقول لك كده دون تكبر او دون ما احراج يعني لان انا ممكن ما يكون بسرعة واحل جملة غلط عادي يا بني ادم يعني. اكتب لتحت يا مستر الجملة رقم كزا. هبص عليها واقول لك انت صح ولا غلط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.